رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين لهذه الحلقة الجديدة من برنامج كابل الفطور أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ابن القيم يقول هناك نقاط كثيرة حتى تنال محبة الله عز وجل منها تدبر القرآن الكريم رتل بصورة طرف القرآن وأرى غراءات من التبيان حبل متين من رب السماء فسماء إلى الأعلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلامها وملاذها من قسرة لا حزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقل قلوب حلقة إيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون الحافظون الماهرون تعهدوا أيام جميلة نعيش أكثر وأكثر مما خارج رمضان مع القرآن الكريم نسمع الآيات في الصلوات التراويح وأيضا الفروض نسمع في شاشات التلفزة نسمع الذين يختمون القرآن يسمع الإنسان نفسه أثناء ما يقرأ ويختم القرآن السؤال كيف نعيش مع هذه الآيات ونتدبر معانيها أبو حسين سبحان الله الإنسان يتأمل في كتاب الله عز وجل الجبال وهي الجبال القوية تتصدع وتخشع من كتاب الله عز وجل ومن كلام الله جل فيه الله الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يعني فعلا يجب أن نتفكر في هذه المعاني أكيد هذا القرآن عظيم والقرآن هذا له سطوة على القلوب متى ما تدبرتها وتأملتها هي المشكلة في قلوبنا الله عز وجل يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه المهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله تخيل أبو حسين يقول أحد السلف والله ما سقط حجر من جبل إلا من خشية الله حينما تتأمل مثل هذه المعاني تعلم بأن هذا القرآن عظيم وأن كلام الله عز وجل له تأثير على النفوس أنا أكلمك عن نفسي والله بعضنا حين يكون مثلا يصيب أنا ما يصيب أنا مما يصيب البشر يتعكر هذا المزاج ليش اللي يعني يعدل هذا المزاج ويزيح هذه الهموم ويعطيه السلوى يعطيه السلوى والله ممكن صفحة أو صفحتين من كتاب الله عز وجل تجدد الحياة في قلبك وفي روحك لأن الله عز وجل سمى هذا القرآن بروح هذا القرآن روح جعلها الله عز وجل لنا في هذه الحياة الدنيا إذا تأملت وتدبرت تغلغلت هذه الروح إلى داخل جسدك فأصبحت تعيش وتحيا حياها نيئة الله عز وجل يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يعني اللحظات سبحان الله اللي يعيش فيها الإنسان مع هذه الآيات أعرف دكتور فوضل شرواكم ومهتم في قضايا التدبر يقول ينقل عن شخص يقول ذهب من منطقة إلى منطقة تبعد مئات كيلو متراته يقول تخيل أن هذه المسافة فقط يقول جالس يتأمل آية واحدة ويعايش مع هذه الآية و هذه القصة ذكرتني في قصة أخرى من السابقين أنه كان يصلي في المسجد في الليل وكان بجانبه واحد يعني جالس فيسمع هذا الذي يصلي إياك نعبد وإياك نستعين يكرر إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللي موجود هذا يقول له أنا يعني خلاص قاعد أسمع الرجل شنو القصة ليش قاعد يكرر يكرر يقول فهز قلبي هز لأنه عايش مع القرآن عايش مع القرآن خلص الصلاة وراح البيت يقول لا حكت ليه البيت يقول له يا فلان ماذا فعلت بي ماذا فعلت بي بعض الأحيان أبو حسين على طهر هذه القصة بعض الأحيان تسمع آية من شخص متدبر متأمن لها كأنك تسمعها أول مرة تخرج من قلبي فتستقر في قلبك ولا ضير ما تستغرب لما تسمع مثل هذه المواقف فكان إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله بآية واحدة يرددها ويبكي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليلة كاملة أن نبيه سلم يردد هذه الآية ويبكي خوفا وشفقة ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم أحد السلف كان يكرر هذه الآية ويبكي ويقول وهو يتلو كلام الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أبو باسل نبغى منك قصة عمر رضي الله عنه مع سورة الطور سبحان الله عمر كان يتجول في المدينة ويتفقد كعادته رضي الله عنه حال الناس وحال المسلمين في الليل وهو يمشي سمع في أحد الدار رجل يقوم بصورة الطور ويقوله ويقرأ وَالطُّور وَكِتَابٍ مَسْطُور فِي رَقٍ مَنْشُور وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور وَالْسَّقْفِ الْمَرْفُوع وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِع ثم بكى عمر رضي الله عنه حتى رجع إلى بيته وهو مريض فعادوه الصحابة شهرا كاملا بسبب هذه الآية الله أكبر إذن الآن الناس ما شاء الله منكبة على القرآن وبعض الناس يسأل يقول يا جماعة أنا ودي أتدبر القرآن شنون القضايا أو الوسائل أو المعينات اللي تساعدني أني أتدبر آيات الله من الأمور المهمة جدا لمن أراد أن يؤثر فيها القرآن ويتدبر آياته أن يعرض الإنسان القرآن على قلبه وأن يعرضه على نفسه وعلى عيوبه إذا قرأ آيات الجنة يسأل الله الجنة وإذا قرأ آيات النار يستعيد بالله من هذه النار وإذا قرأ آيات الرحمة يسأل الله عز وجل الرحمة وإذا قرأ آيات الرزق يسأل الله عز وجل من فضله يتأثر هنا بكلام الله عز وجل أبو حسين من أراد أن يعيش مع القرآن ويتلذذ بهذا القرآن ويكون من المتدبرين لكلام رب العالمين أريد أن أقول لكم الآن دعاء يحفظ مني هذا الدعاء ويكرر آناء الليل وأطراف النهار يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي و ذهاب حزني و جلاء همي و نور بصري الله أكبر هذا من أكبر المعينات على تدبر كلام رب الأرض والسماوات و يتأمل الإنسان في قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و يتأمل قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته و ليتذكر أولو الألباب اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر